بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعداء الله أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ورد في الزيارة اللهم ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام ولي الله الأعظم صاحب العصر والزمان وللعلماء ومراجع الدين ولكم وللمؤمنين جميعا تهنئة قلبية وكل عام وأنتم بخير الحسين أي عشق لك أبا عبد الله بنيته في القلوب بل أي قلب لا يعشق الحسين أي قلب يعرف الحسين لا يمكن أن يتنكر له الحسين خالط لحمنا ودمنا وعروقنا وعقلنا وقلبنا بل كلنا حسين فكيف يمكن لنا أن نكون حسينيين فعلا؟ إن ذا يحتاج إلى مقدمة معرفية ترتكز على أمر وهو أن نفرق بين النية والخاطرة الخاطرة تمر على الإنسان على صفحة ذهنه قد يستهين الإنسان بها مع أن لها بالغ الأثر على الإنسان الفقهاء بحثوا عن الخواطر الفلاسفة درسوا معنى الخاطرة المتكلمون المفسرون علماء النفس العلوم الطبيعية درست معنى الخاطرة قد نستهين بكلمة الخاطرة نظن أنها طيف يمر على صفحة عقل الإنسان فيفارقه دون أن يترك بصمة أو أثرا عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى رافعا يدك بالدعاء وهذه ليلة الجمعة نسأل الله قضاء حوائجكم جميعا أنت تدعو الله خاشعا خاضعا متذللا راغبا وقد غيرك يرفع يديه لله وخواطر الأوهام تأخذه ذات اليمين والشمال كيف منعني الله ورزق غيري ألا يمكن أن يمر على خواطر البعض هذا قد يرفع الإنسان أو قد يخاطب الإنسان ربه ولكنه يخاطبه متعنتا كما أحدهم يقول لو لم يؤاخذني الله تبارك وتعالى بهذا الذنب لن أهلك وما أدر الإنسان ما الذي يهلكه وما يدر الإنسان ما الذي ينجيه لذلك الأمور المرتبطة بالحالات النفسية وبالخواطر خواطر الإنسان لها أكبر الأثر أنت تقول اللهم ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام هذه أمنية هذه نية هذه خاطرة في قلب الإنسان أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى شدة أهمية الخواطر وشدة أهمية النوايا ففي الخبر عن أمير المؤمنين في خطبته القاصعة يقول فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا يدرى ما قال علي لا أدري لا يدرى يدري علي أو لا يدري قال لا يدرى يعني الناس لا يعلمون لكن علي يعلم صروات الله عليه لا يدرى أمن سني الدنيا أمن سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة الكبر أمر نفساني خاطرة نفسانية يترجمها الإنسان في سلوك لذلك فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته يعني الإنسان قد تعرض له خواطر نفسية قد تنزله إلى الحضيض وربما تعرض له خواطر ترفعه إلى أعلى الليين من هنا إذن العبادة التي نؤمر بها بأي لحاظ ارتباطنا بالحسين وارتباطنا بالله تبارك وتعالى بأي لحاظ باللحاظ الجسدي أو باللحاظ القلبي بلحاظ النية بلحاظ الخواطر بأيهما إذا كان باللحاظ الجسدي فإبليس عبد الله بجهد جهيد عندما تقارن الذين يقولون نحن نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بأي عباد قالوا نعبد الله تبارك وتعالى في شهر رمضان حتى تسقط أقدامنا هو الشكير وقد يختم قرآنا في صلاته أو هكذا يمكن أن نعبر أنه يتقرب بما يحبه ولا ما أمر الله تبارك وتعالى فالهذا يمكن أن يقال عنه أنه عباده مقربه أو أن العبادة مرتضاها الله تبارك وتعالى لعباده وما أمرهم وما رغب فيها أن يكونوا عليها لذلك إذن اللحاظ البدني هو المقدم في العبادة أو اللحاظ الجسدي عفواً أو اللحاظ النفسي ولحاظ الخواطر قطعاً الثاني بدليل أن الله تبارك وتعالى لو قارن فعل العابد بفعل العالم فأيهما أرجح عنده صلاتان ركعتان يصليهم العالم خير من قيام الليل لمن؟ للعابد إذن القضية ليست قضية جسدية لذلك الخاطرة عبارة عن فعالية نفسية هي ثمرة كبيرة لشجرة النفس إذن خواطر الإنسان قد تتحول إلى أفعال لكن في ذاتها إذا كانت الخاطرة خاطرة طيبة نية طيبة أثمرت فعلا طيبا وهكذا إذا كانت الخاطرة حنظلاً وسوءاً وقبحاً فسيتحول فعل الإنسان إلى قبح وسوء وانحراف إذن يحتاج الإنسان أن يلتفت إلى علاقته بالحسين صروات الله عليه ما موقع الحسين من قلبي؟ الرواية عن صادق آل محمد صلوا عليهم إن الله يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم يحشر الناس على ماذا؟ على نياتهم إذن النية ينبغي أن تكون نية صادقة إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين مع أن جابر ما كان في كربلا ولكن جابر وفق لأن يكون أول زائر للحسين فلاحظوا مركز النية وموقعها في حياة الإنسان في علاقتك بأهل البيت عليه السلام قد يقول قائل إذن فلنتمنى ولتتوارد الخواطر علينا ونكتفي بها عن العمل وعن السلوك وعن الحركة لا إن النية المقصودة هنا هي ما تكون ملامسة للقلب وتكون صادقة جادة عند الإنسان حتى تتحول هذه النية إلى فعل ولذلك الرواية عن صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم بالنسبة للنواياه إنما قدر الله عون العباد على قدر نياتهم فمن صحت نيته تم عون الله له ومن قصرت نيته قصر عون الله له سؤال وأنتم حسينيون شغوفون بمجالس أبي عبد الله وزيارته أو لا إذا فعلا مشتاقين للزيارة فارفعوا أصواتكم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلي وأفضل الزيارة في الرواية النصف من رجب والنصف من شعبان رواية عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام وهذه أبواب شعبان قد تفتحت شعبان ارتبط في قلوب المؤمنين بالبهجة ارتبط شعبان في قلوب المؤمنين بمسرة وفرج وأمل مرتقب نسأل الله أن يعجل لوليه الفرج والنصر والعافية إذن أبو الفضل العباس صلوات الله عليه عندما وصل إلى النهر ألم يكن بمقدار بمقدوره أن يمد يده ليشرب الماء كان بإمكانه أو لا هل فعل معصية لو شرب الماء سؤال هل يكون قد فعل معصية لو شرب الماء لم يكن عاصيا لو شرب لكن سؤال هنا وهذا هو مثال على ما نحن فيه في أن الخواطر والنوايا الصادقة لها موقعية وتأثير لكن هذه النوايا تتحول إلى فعل وتتجلى في السلوك في لحظات الامتحان أبو الفضل العباس عليه السلام ما كان له أن يفكر لاحظوا أيها الأحبة أن يفكر في شرب الماء وأبو عبد الله الحسين ما كان له أن يفكر يا نفس من بعد الحسين هنا هنا باع نفسه لله وباع نفسه للحسين عليه السلام الخواطرة التي كانت عند أبو الفضل وهو في الماء صروات الله وسلامه عليه لم تكن خواطرة عارضة وإنما جاءت نتيجة تربية نفسه لسنين على طاعة الله وطاعة أوليائه لذلك ما نحن فيه وهي الخواطر والنوايا نقصد أنها قد تتجلى في لحظات حرجة فربما يفوز بها الإنسان وربما يسقط بها الإنسان الذي كان مع الحسين عليه السلام وكانت نيته ليست أنه يشري نفسه لله ويبيع نفسه لله وللحسين عليه السلام رافق الحسين ولكنه عندما أراد منه الحسين نصرة وإذا به يقول إن لي خيل ما سبقني بها أحد قط وإن لي سيف ما ضربت به أحدا إلا قتلته فاخذ خيلي واخذ سيفي قال إذا بخلت بنفسك فلا حاجة لنا في خيلك ولا في نفسك إذن التفتتم إلى أهمية هذه الخواطر الزيارة لأبي عبد الله الحسين تعزز في نفس الإنسان وتؤكد في نفس الإنسان موقعية الولاية وموقعية الإمامة من الحياة النبي أولى من المؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لكن هذا التجلي تجلي الأولوي متى يظهر؟ أعطي أمثلة اجتماعية في مناسبات أهل البيت عليهم السلام سواء كانت أفراحا أو أتراحا سؤال لو كانت تلك الليلة ليلة ميلاد إمام عليه السلام أو مناسبة من مناسبات أهل البيت وكان عندي ولد أو بنت أو بنفسي مثلا أحد شبابنا أو بناتنا يرغب في أن يقع نكاحه في ليلة ميلاد الإمام المعصوم أو ليلة مناسبة هنا إذا جعلها في تلك الليلة هل فعل حراما لا ربما يريد تبركا ولكنه بفعله قد يزاحم المناسبة صحيح أو لا سيشغل نفسه سيشغل غيره للإتيان إليه لتهنئته عن الذهاب إلى مجالس محمد وآله محمد أم البنين ما بلغت مقامها ومقاماتها إلا لأنها وطنت نفسها على أن تبذل كل شيء للحسين فكانت أم البنين سؤال أم البنين عليه السلام كزوجة لأمير المؤمنين هل يمكن أن تجدها مفردة ليس معها أحد ألا يوجد زوجات غيرها عند أمير المؤمنين لكن السؤال لماذا كانت أم البنين هي البارزة من بين زوجات أمير المؤمنين بعد سيدة النساء أتدري لماذا أن نيتها وطنتها أن تكون مع الحسين في كل الحالات والآنات بعض الناس إذا طاقت به الشدائد لجأ إلى أهل البيت وإذا انجلت الكربة أصبح أهل البيت تراثا وتاريخا وربما ذكرى في عقله مهكذا وبعض الناس يعيشون مع أهل البيت في كل حالاتهم لهذا عندما تقول اللهم ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين هذا يحتاج إلى الكثير عندما تكون الفتن متوالية وعندما تتتابع المصائب في الدنيا فربما في لحظة من اللحظات يخسر الإنسان دينه من لم يكن حسينيا لا يمكن أن يكون مهدويا لكن السؤال عشق الحسين صروات الله وسلامه عليه ما موقعه في القلب رواية جميلة تتحدث عن موقعية أبي عبد الله الحسين في قلب المؤمن في رواية الرضا عليه السلام مع ابن شبيب يا ابن شبيب أن إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين أتحب أن تكتب أو يكتب لك ثواب الشهداء الذين استشهدوا سؤال شهداء يعني قدموا أنفسهم أرواحهم دماءهم أجسادهم عقولهم قدموا موقعهم قدموا أسرتهم لأن الشهيد لا يقدم نفسه وإنما يقدم كله سؤال أتريد أن تكون مع أصحاب الحسين الذين استشهدوا أو لا تحب هنا إن سرك أن تكون مع أصحاب الحسين الذين استشهدوا فقل متى ذكرته ولاحظ هنا تأكيد لموقع النية والخاطرة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما لاحظ أن تتمنى دوما يعني أن يكون حضور الحسين في قلبك حضورا فاعلا يجعلك حب الحسين إنسانا فاعلا مثمرا منتجا مؤثرا أن لا تكون سلبيا في مجتمعك أن لا تكون إنسانا مربكا للحالة الإيمانية في مجتمعك بعض المؤمنين مؤمن في نفسه ولكنه لا يلحظ الآخرين ولا يلتفت إلى الآخرين قد يتصرف تصرفا أو يقول كلمة يكون أثرها على المؤمنين كبير ربما بعضهم يلتفت إلى مجموعته أو أحبته ويقوم بعمل يؤثر على الجماعات الأخرى والمجموعات الأخرى نحن نحتاج أن نكون حسينيين تحت مظلة واحدة ضمن أهداف متقاربة أن ننسق الجهود حتى نسمى فعلا حسينيين لذلك لاحظوا أبا ذر الغفار رضوان الله عليه وبها الختام وإلا في الجعبة كثير وحب الحسين كما يقول عابس حب الحسين لكن أي جنون لا جنون إلغاء العقل التفتوا بعضهم هكذا نعم يروج حب الحسين أجنني يعني لا عقل لي لا من قال لك لا عقل لك إن الحسين ما جاء وقتل إلا لأجل العقل وما قتل الحسين إلا لتفعيل العقل في حياة الإنسان من قال لك أن الحسين يريد الناس مجانين إن الحسين يريد الناس بشرا صالحين والصلاح لا يكون إلا بالعقل أبو ذر الغفار رضوان الله عليه عندما حكم القوم عليه بالإبعاد ألم يكن بإمكاني أبي ذر أن يقول تنازلت عن موقفي وأصرح تصريحا لتلغوا هذا الحكم عليه كان بإمكانه أو لا؟ كان بإمكانه لكن سؤال لو كنا مع أبي ذر وكنا في موقع أبي ذر هل يمكن أن نصمد إلى آخر نفس بحيث ننفى في صحراء قاحلة قتله فيها العطش والوحدة وقتله فيها قلة الزاد لاحظوا أبو ذر الغفار إلى آخر لحظة حكم عليه أن لا يباشر التواصل معه أحد وأن لا يحدثه أحد وأن لا يودعه أحد وأن لا يخرج معه أحد اللطيف في الرواية يقولون جاء مروان بن الحكم هو معروف بعد معروف بعد ألقابه تقول الرواية جاء مروان بن الحكم وهنا حضور المتزلفين حضور عبدتي الدنيا جاء ليمنع أمير المؤمنين والحسنين وعقيل وعمار من توديع أبي ذر حتى مجرد التوديع واللقاء ممنوع جاء ليمنع أمير المؤمنين أيعرف أمام أي طود هو يحسب أنه أمام الذين فروا ذات اليمين والشمال في معركة أحد وغيرها لا يعرف من علي فقال له أمير المؤمنين رافعا صوته ضاربا وجه دابته تنحى نحاك الله في النار هذا علي تنحى نحاك الله في النار وتكلم كل من الأربعة بكلمة تناسب المقام وهنا موضع الشاهد كيف أن الحسين يتعامل مع الصادقين مع الله وكيف يؤسس لنا منهجا هو منهج الاستقامة والمبدئية أيها الأحبة إن المبدئية هي التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان المؤمن لا التلون ولا تكونوا مع المتلونين ولا تتأثروا أيها الشباب بالمتلونين في صفحات تويتر أو غيره المتلونون بحسب ما يكون الضوء يكونون أيها الأحبة التفتوا ما يقول الحسين يا عماه إن الله قادر على أن يغير ما قد تراه ولله والله كل يوم هو في شأن وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك وما أغناك عما منعوك وأحوجهم إلى ما منعتهم فاسأل الله هنا موضع الشاهدي أيها الأحبة فاسأل الله الصبر والنصر نحن نحتاج إلى الصبر نحتاج إلى المدد الإلهي لا نعول على القضايا العقلية الدنيا متقلبة لا تدري ما يكون فيها بعد خمس أو عشر سنين فاسأل الله فاسأل الله الصبر والنصر واستعذ به من الجشع والجزع فإن الصبر من الدين والكرم وإن الجشع لا يقدم رزقا والجزع لا يؤخر أجلا بعض الناس ربما من أجل الدنيا يتنازل عن مبادئه حتى يرقى في وظيفته يتنازل أكل ما أكل يتنازل يجامل من أجل وظيفته والرزق بيد من بيد الله تبارك وتعالى كونوا مبدئيين هكذا علمنا الحسين أسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا حسينيين ظاهرا وباطنا وأن يرزقنا زيارة الحسين عاجلا وأن يجعلنا ناصرين له قولا وعملا ونسأل الله جلت قدرته أن يحفظ زوار الحسين والعتبات المقدسة وأن يجعلنا معهم معهم لا مع غيرهم ونسأله الفرج العاجل لشيعتهم في العراق والبحرين ومجاوري سيدتنا زينب وأن يسر لنا الوصول إليهم ونسأله أن يعجل لوليه الفرج والنصر والعافية بفضل الصلاة على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر